أسهل طريقة عشان تبقي ساحرة ساحرة وتأثري في الناس وتخليهم يعملوا كل اللي انت عايزها مش السحر بتاع الأعمال والكلام ده هنقصد ازاي تكون صاحبة شخصية مؤثرة في مجالك وفي الناس اللي حواليك الموضوع محتاج منك تركيز بس انا هوفر عليك الوقت وهديك سر الخلطة وهعرفك ازاي تعملي ده وتبقي سوبر هيرو بالتأثير على الآخرين في الحلقة دي يلا بينا نبدأ الرحلة بتاعتنا جاهزة؟ لازم تخلي بالك انك مستحيل تكون مؤثرة من غير ما تكون فهمة كويس الدنيا اللي انت دخل عليها وتكون على درجة عالية من الفكر والثقافة والمعرفة عشان ده اللي خلى واحدة زي كيلو باترة تأثر في شعوب الكامل بسبب قوة ثقافتها وكان لها تأثير ما فيقوله سحر زي ما وصفوا بعض المعرخين وانها من اكتر النساء تأثيرا في التاريخ كانت بتتكلم 12 لغة تمتخيل الرقم 12 لغة منهم اللغة المصرية القديمة وكمان كانت بتتقن الفلسفة والكيميا والرياضيات وشوية حاجات تانية كده على جنب انت متخيلة عقليتها كانت عاملة ازاي الثقافة دي خلت يبقى عندها استراتيجيتها واسلوبها الخاص في التأثير على الآخرين بشكل مزهل ولما حللت كل مواقفها لقيت اول حاجة بتعملها انها بتدرس الناس كويس اللي احنا بنسميهم الجمهور المستهدف وبتقدم لهم الحاجة اللي هم محتاجينها وبتركز قوي في النقطة دي يعني مثلا لو قلتلي انك بتحب الفراولة وعشان تجيبي الفراولة دي لازم تصطدي سمك وتبيعيه وتشتري بتمانه الفراولة لما تيجي تصطدي السمك هتحطيله في السنارة الدود اللي هو بيحبه ولا الفراولة اللي انت بتحبيها طبعا هتقوللي اكيد يا شريف الدود اللي هو بيحبه بس هنا الفراولة كانت هدفك والسمك ممكن نعتبره بجمهور المستهدف والدود هو الوسيلة وده اللي عملته كله باترة بالزبط شريحتها المستهدفة في البداية خالص كانت شعب اسكندرية وده ليه طبيعته الخاصة شعب مصري متدين صاحب عزة نفس يملي القوة والحيوية تحيالي اسكندرينيا جدعان دي طبيعته طيب بقى ايه مشكله عشان نتعاطف معاه هو شعب متهد ممنوع من ممارسة بعض دياناته او الكلام بلغته القبطية وبيتحكم من حكام اجانب عنه اللي هم البطلمة اليونانيين بيحب ايه بقى بيحب دينه ولغته بيحب الدهب قوي وكمان بيحب القوة والمهابة وبيتأثر بيهم فهمت الشريحة كيلو باترة فهمت الشريحة هتعمل لهم ايه بقى بناء على علمك وثقافتك يا ستة كيلو باترة لا بقى وسعولي ده انا هعمل كتير وهتشوفه برق تغير اللغة الرسمية للبلد وتبقى القبطية بعد ما كانت اليونانية لمدة 300 سنة وهتطلق على نفسها ازيس وتزعم انها تجسد الاله ازيس وتسك عملات عليها صورتها بهيئة اكتر حيوية وخشونة خدت بالك عملت ايه درست وسقت في نفسها وفي معلوماتها فهمت الشريحة المستهدفة وتعطفت معاها وقدمت لهم الحاجات اللي بيحبوها عملت خطة ونفزتها وكله تمام عاشا كيلو باترة هقدم لكم بقى خدمات مجانية 5 ستار حاجة ولا في الخيال كده كانت بتعمل ولائم عملاقة ياكل فيها الشعب من صواني من دهب اوبا انت عارفت جرام الدهب دلوقتي وصل كم؟ يلا عشان تعرفوا بنحبكم قد ايه ومفيش حاجة تقلع عليكم شفتوا الدماغ دي متكلفة قد ايه؟ رجعت ليهم هويتهم ودينهم وقدمت لهم خدمات مجانية رهيبة تخيلوا في الوقت ده لو طلبت منهم اي حاجة في احتمال للرفض؟ طبعا لا تعرفوا كيلو باترة عملت ايه للشعب المصري واثرت عليه لدرجة ايه؟ عملت له حاجة مرعبة خليته ينسى انها شخص اجنبي محتلة اصلا ولحد النهاردة المصريين بيتعاملوا معها على انها مصرية مع انها مقدونية يونانية وكمان اطلقوا اسمها على علب السجاير كيلو باترة بكشويت اندومي سيراميك وبرندات كتيرة موجودة عندهم كيلو باترة عملت للشعب الكله تنوين مغناطيسي واثرت عليه بشكل مبهر وانا لما بقول تنوين مغناطيسي ما بهزرش غستاف لوبين في كتابه سيكولوجيت الجماهير كان بيقول ان تأثير القادة على الشعوب يشبه التنوين المغناطيسي اللي بيمارسه الطبيب على مرضاه ولما جات اتعامل مع الرومان ومع انطونيو بغض النظر عن قصة الحب العظيمة اللي بينها وبين انطونيو فالموضوع في البداية كان سياسة بحتة كيلو باترة كانت عاوزة تتحالف معاه كقائد عسكري وسياسي مهم في رومال قديمة فدخلت عليهم بشكل مختلف وباستراتيجية عبقرية وقبل ما اقولك عملت ايه؟ ركز معايا في شوية حاجات كده الشخص المؤثر شخص متنوع ومرن بيعرف يوصل لهدفه من اكتر من طريق وبينوع اساليبه وطرقه حسب الظرف والوقت والمكان شخص بيهتم بشكله بس بطريقة خاصة جدا وبيختار المظهر المناسب للمكان والاشخاص المناسبين يعني لو رايح اتقبل رجال اعمال عايزة منهم ان هم يمولوكي او يشاركوكي في المشاريع بتاعتك اكيد هتلبس برندات وتشهياص الدنيا عشان يفهموا من شكلك ان وضعك المالي مستقر ولو عندك عمال عاملين اضراب مثلا وعاوزين زيادة في المرتبات وده مش متاح لك حاليا ساعتها ما ينفعش تلبس لبس غالي وبرندات وتنزيل تقبليهم هم هيبدأوا بايبصوا انت ازاي جاية تقولي مفيش فلوس وصرف على لبسك وشكلك فلوس نقبض منها سنتين قدام فركزي عشان ما تحطيش نفسك في مواقف بيخة ومن الستات اللي كانت فهمها الكلام ده كويس جدا اللي هي من اكتر الاعلاميات تأثيرا في العالم ومهتمة جدا بمظهرها بس بتغيره جناء على الشريحة اللي بتخطيبها فكلوباترا لما تعاملت مع انتونيو كان هدفها في اللحظة دي التحالف معاه ولانها فهمت من تجربتها مع يولويس قيصر طبيعة الرومان خاصة انها عاشت هناك سنتين عرفت هم مين وبيحبوا ايه وعرفت تتعامل معهم ازاي الرومان مش هيتأثروا بيك الا اذا ابهرتهم وعملت معاهم حاجة ولا في الخيال الفلوس والسراء كانوا بيبهروهم بشكل كبير بالذات ان الدولة كانت بتمر بازمة مادية شنيعة ومصر في الوقت ده كانت دولة سرية جدا بصوا بقى الاستاذة كيلوباترا عملت ايه وعايزك تتخيل المشهد معايا دخلت عليهم بسفينة مطلب الدهب وخلت الجوارب توعها يلبسوا ملابس حريات البحر وهي لبست ملابس احد الالهة منظر خرافي يجنن ولا في الخيال المظهر المبهر ده خطف انطونيو جننه فعلا وخطف الرومان لدرجة ان رغم العداء التاريخي بين اوروبا وكيلوباترا الا ان تسريحات شعرها وملابسها كانت موضة لفترة كبيرة جدا من الزمن كيلوباترا لما حبت تدي لانطونيو معلومة ان هي غنية من غير ما تتكلم عشان تجبره على التحالف معاها عملت حركة لا تحتمل الخطأ امرت الخدم بتاعها انه يجيب لها كوب خلي قوي جدا وكان معاها حلق لولي فحطته في الكوباية علشان انخلي يدوبه فتشرب الكوباية اوفر اوي كيلوباترا دي بغض النظر عن صحة المعلومة علميا ولا لا او ان الخل اللي كان لولي مش هيسيب معدة كيلوباترا في حالها لكنها معلومة تاريخية موسقة وهسيب لكم المراجع عشان تقدروا ترجعولها براحته ولو الموقف ده فعلا حصل فده بيأكد على وضوحها وزكاها الشديد وقوة تأثيرها في اللي حواليها وطبعا انطونيو بعد الموقف ده وبعد ما شاف المنظر المبهر اللي الكيلوباترا ده خلت بيه عليه اتحالف معاها مباشرة من غير تردد لا 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 وقعت ليه بسرعة كده عم انطونيو فعلا يا جماعة الست دي كانت بتعرف تأثر عن ناس بشكل خرافي ومودرن كده بتديهم كل اللي هم محتاجينه وبتفهمهم كويس وبتدخل لكل واحد من المتقل المناسب ليه وبتجيبوا لمسة اكتاف من اول جولة بس كانت عارفة انها مميزة ومش بتتكلم جل ما يكون عندها معلومة صح وخبرة كبيرة في الموضوع اللي بتتكلم فيه وده اللي بيخلي الناس تسق في كلامها وتصدق كلامها وتتأثر بيها بسهولة وطبعا ما نقدرش ننسى شجاعتها اللي كان ليها اثر كبير في التأثير على يوليس قيصر ما اكتفتش بالمصريين وانطونيو والرومان كمان دخلت على يوليس قيصر في بدقة حياتها دخلت حرب طاحنة مع اخوها ومش هتقدر تفوز في المعركة دي الا بتدخل قيصر بس قيصر في الوقت ده كان متحالف اصلا مع اخوها التأقيد ده يعني انا عايز اتحالف مع قيصر اللي هو متحالف مع اخويا والمطلوب مني اخليه يقلي بالطربيزة على اخويا ويقف في صفي عشان ما اخسرش الحرب ضد اخويا ايه جنان ده طبعا مستحيل شغل دماغك باقي كيلو باترة مش انت اللي تقولي مستحيل ده كلمة ما تعرفيهاش اصلا عارفين عملت ايه عملت حركة مجنونة مش هتتخياليها تخلت الخدم بتوعها يلفوها في سجادة ويفردوها تحت رجل قيصر اي نعم الحركة دي مش مضمونة وانها ممكن تتقتل بس هي كانت عارفة ان قيصر شجاع وبيقرب الناس الشجاع منه فما كانتش قلقانة من النقطة دي قوي فقيصر لما شاف المنظر برافو والله وكيلو باترة ادي مجال متكلفة دي يبقى نفهم من كده ايه وهتعملي ايه بالزبط عشان تأثري في عالم الاعمال اول حاجة لازم تثقف نفسك وما تدخليش مجال الا وانت فاهمة فيه كويس وبعدها تحدد الشريحة المستهدفة وتفهمهم صح عشان تعرف تتعامل معهم ازاي وتفهم احتياجاتهم وتلب مطالبهم وتقدم لهم خدمة مجانية وتبدأ تتعاطف معاهم وتعملي كده وانت واثقة في نفسك والثقة بالنفس دي بتكون نتيجة الثقافة والدراسة وتختار المظهر المناسب ليك حسب الشريحة اللي هتتكلمي معاها وتبحث دايما عن الاختلاف والتميز وتظهر نقاط القوة اللي عندك ولازم تكوني شجاعة في مواقفك وبكده نكون خلاصنا النهاردة وليلي بقى جربت ايه من دول ونفعت معاك ولوليك ايه استراتيجية خاصة اكتباه في الكومنتات عشان كل يستفيد ويقدروا يأثروا في الاخرين بشكل قوي كان معاكم شريف ورابي من برنامج الليدر رحلة مختلفة في عالم الاعمال